بسم الله صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أبطل الصلاة وأتم التسليم يا مساء الورد ومساء الجمال مساء كل حاجة حلوة في حياتكم كيفكم يا بنات إن شاء الله طيبين ورائقين أموركم طيبة اليوم الفيديو هنتكلم عن الثقة بالنفس اللي هو كان أصلا كومنتي لي واحدة معنا في القناة طلبت مني إنه نحن كيف نتعامل مع الناس السلبيين في حياتنا كيف نتعامل مع الناس اللي هما يكسروا مجاديفنا أو كمان نتكلم عن السلبيين بالنفس إنه الوحدة تكون كيف وصغى من نفسها تمام أنا طبعا ما حقول لكم أنا عندي دراية كافية بالموضوع أعوذ بالله من كلمة أنا لكن الشي اللي أنا استفدت منه سواء كان من كورس أنا دخلت فيه أو مثلا سواء كان من كتاب قرأته أو من يعني اللي هما اليوتيوبر اللي بقدموا الحاجات الزيبة يعني استفدت من حاجات كثيرة يعني حشاركوا الحاجات اللي أنا استفدت منه أو الحاجات اللي أنا قرأتها وفادتني تمام وإنتي حابة تستفيد من الفيديو ده أو حابة تسمع الفيديو ده للنهاية أنت حيلزمك معنا كوب بتاع قهوة أو معاكي كون شاي أحمر أو الحاجات اللي أنت بتحبي تشربيها تمام يالله هنبدأ أول حاجة السؤال اللي قالت كيف الوحدة تكون واثقة من نفسها وكيف نتعامل مع واحد الناس يقول لك انت غبية دي شنو البليدة دي دي شنو ما بتفهم دي احنا كلنا مرينا بحاجات زي دي احنا كلنا عندنا الأشخاص دول في حياتنا لو ما كلنا الأغلب تمام الثقة بالنفس يعني شنو في ناس بيقول لك حب الزات والثقة بالنفس وما بعرف شنو الحاجات دي كلها يعني شنو الحاجات دي كلها يعني انت كيف تقييم نفسك كيف انت تبدل نفسك قيمة تمام انت الليلة إنسانة ربنا أداكي حقل أداكي صحة أداكي عافية فإذا أنت ما استغليت صحتك وعافيتك في أشياء بفيدوك فيبقى أنت كده يعني مثلا عفوا يعني حقول مثلا أنك أنت بتستاهلي أو أنا بستاهل أن الناس يقول لنا أنت هبلة و أنت غبية و أنت ما عارف بليدة و ما كده الكلامنا لكن أنت إذا حاب تكون واثقة من نفسك لازم أنت تتعالجي بالمناسبة الناس اللي بقولوا لك أنت غبية أنت بليدة و أنت عمرك ما حتنجحي و أنت أصلا ما بتفهمي الناس ذول ما حيث تغيروا أنت ما تنتظر أنه الناس ذول يتغيروا اللي لازم يتغير أنت تمام أنت مثلا مرات بتصحي الصباح تقولي خلاص يهو يومنا زي كل يوم فس حنسمع فارغة من دي و حنسمع كلام من دي و حنسمع كلمة من علم يلا هو يومنا يعني دل الكلام اللي معتاد اللي أنت مثلا بتقوله لنفسك خلاص أنت كده عقلك تبرمج على الحاجة دي كل يوم بتصحي تقولي يلا هو أمي حتقول كده و هندي أختي كما حتزيت فوق كلمتين و ما بعرف شنو يلا هو يوم و هيعدي بيخير و بيشره أنت بتقولي كده أنت لما تيجي تقول الكلام ده لنفسك خلاص عقلك تبرمج على الحاجة دي خلاص أنت كده خلاص بيتبرمجتي إذا أنت حاب تغير البرمجة اللي أنت تبرمجت عليه أو حاب تغير من نفسك أو حاب تغير تكون عندك ثق أكتر بين نفسك أول حاجة أنت حتعمليها عشان تتغيري تخد النية في كل شيء أنت حتعمليه في حياتك أول حاجة يبدأ بحاجة حتى تنوي على حاجة حتى أنك لست تتحرر من كل الحاجة من كل الناس السلبيين في حياتك من كل الناس اللي يقولو لك كلام كعب من كل الناس اللي يكثرون مجادي فك من كل الناس اللي تعطيتهم كعبه حسنا يا دلال كيف نسختنا نية لقد نغير طب كم نتخلص من الناس مرضى الناس أهلي امى اختي مثلاً او ابوي مرضى صحيح ذكر إلى نذ missed ستتخلص منهم كيف انها وريك ستتخلص منهم اول شي انت حتعمله انك انت تتغيري دول ما يتغيرون انت تتغيري مافكارك انت تتغيري مفاهيمك انت تتغيري نظرتك للكلام اللي هم بيقولوه لك سواء كانوا بيقول لك انت اصلا ما عندك اي فايدة امنا احنا بروطاناتنا بيقولوا لينا امنا فايدة كني حتى انا سمعت الكلام ده من الناس وانا يعني قبل ما ازوج امنا فايدة كني ما عندها فايدة دي وما بعرف شنو عندنا كمان مثل بروطانة بيقولوا كاقين بولو يعني كاقين بولو يعني الطفلة الاول اللي ام بولو يعني احنا عندنا زيل بيقول لك بليدة يعني بلغتنا تمام احنا كلنا مرينا بالحاجة لكن حاليا في الوقت اللي احنا عايشين فيه مستحيل طبعا اسمح ليزول يقول لي كلام زيدا مستحيل جدا تمام اول حاجة قلت لك اول شي انت حتعمله وتاخد النية تاخد النية انك انت تتغيري انك انت تتحرر من اي انسان بيقول لك الكلام ده اها صحيتي الصباح امك قالت ليك صحيتي يا فقر يا ما عندك موضوع اي انت اصلا منك فايدة هتقوم بتعمل اي شنو هتدخلي بيجاي وحطل عيو بيجاي الا امك الا امك وابوك انت مثلا ما بتقدر ترد عليهم الرد اللي هو ما كويس لكن استمعت كلامهم اوكي فس قلبك وعقلك مايركزوا على الكلام لا تدري الكلام اكتر من اهميته هي قالت صح خلاص بقى روتينة ثابت وانت روتينة ثابتة تقول لي خلاص يعني اها سمعت وحطت علي لا انت يخليا تقول قول لي هما ما حيو تغيروا لكن انا هنغير من نفسي انا لازم اكون واسقة من نفسي انا لازم اوريهم انا امنون حتعمل جنو تبدأ ان انتي ما تدري اهتمام لكلام الى هما بيقوله انت مش عارفة نفسك واسقة من نفسك شايفة روحك بتعمل جنو يبقى انت ما تدري اهمية لكلامة اللي هما بيقوله انت لازم تتغيري هما ما حيو تغيروا تخذت النيئة النية انهم يتكلمون و لا تشتغل بكلامهم النية هم يقولون ان انت كلامهم لا ترسخيه في عقلك انه كلامهم صح لا انت ستقولي هذا مفهومهم هذا مفهومي انا لي نفسي هذا ما نظرتي انا لي نفسي هم يشوفوني زي ما هم عاوزين لكن انا لا هذا ما انا هذا من نسبة لهم هم تمام افترض لنفسك انهم يتكلم عن شخصية مثلا وهمية ما انتي هذا واحدة ثانية تمام تحرر انت اذا انت ما الشداء كاتم على نفسك شديد او الشداء مؤثر عليك شديد او الشداء مضايقك شديد عامل لك حاجز كبير في حياتك انت ما قادر تتخلص منه ستجيب ورق وقلم في ناس سيشوفوا انه قصة الورق والقلم شي كده هبل لا جربوها يا بنات تجيب ورق وقلم تكتب اي شي مضايقك اي انسان بعملك ضج في حياتك اي انسان بديك طاقة ما حلوة في حياتك اكتب اه قاعد يشوفتي اكتبه ويمكن لما تكتب ستبكي يمكن لما تكتب ميمييقط يعاني تخيس في حالة نفسية اكي واكتبМي انا اكتبه parking او اأملي الورق سنعallo اكتب او اكتب او اكتب ا اكتبي اي شي مضايق أي انسان حتى الانسان المضايق او الاشخاص دول تكتبيه تكتب بياسه حunal اختك أنتك بأسامين أمك أو أبوك تكتب كل هذه الأشياء و تقول لي أنه لا لا أشعر لهم أنه يتكلمون لا أشعر لهم أنه يمكن أن ترى هذا الشيء لكن لا تكتب الورقة التي تشريطيها تحريقيها المهمة تتخلص منها في مجال الوعي يقولون هذه الأشياء تتحرر عن طريق الكتابة تكتب و تتخلص من كل شيء يوم يومين ثلاثة أربعة عشرة خمسة أكتب لا تتحس أنه خلاص كتبت كل شيء اللي كانت موجودة و أحرقي الورقة أحرقيها أو شرطيها تصرفي تتخلص من الناس السلبيين في حياتك نتخلص منهم بالتجاهل حتى تتجاهل يقولون لك أصلاً الإنسان لو دار يتعافى في الحياة تتجاهل تتجاهل الناس تتجاهل بعض الأمور يعني أمور كثيرة في حياتك يجب أن تتجاهلها تتجاهل حاجات كثيرة حاجات كثيرة لا تتجاهل 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 أنك أخذت قرار يعني واثقة من نفسك أنا واثقة من نفسي دعوهم يتكلموا دعوهم يقولوا دعوهم كتار جداً أنا عندما بدأت القناة أقول لهم ما هي الكلام الفاضي أيضاً تتجاهل تتجاهل أنا واثقة من نفسك أنا واثقة من نفسك أنا واثقة من نفسك أنني في يوم من الأيام سنجح تكوني واثقة من نفسك لا شرط أن يحفزك لا أكذب عليكم أمي الله يديها العافية دائماً تقول لي ربنا لا يزيع أجر الإنسان يعمل لا يأتي للمشاهدة يمكن أن أكتر سنتين ما عندي مثلاً فيديوهات بيعمل مشاهدة عشرين ثلاثين يعني كده فهمته لكن ما ويفته كنت بدي دافع لنفسي أنه أنا في يوم من الأيام حنجح اليوم ولي اليوم أنا بدي دافع لنفسي براي بقول أنا حنجح أنا متأكدة أنه أنا حنجح في يوم من الأيام حنجح وما أخش في الطريقة اللي ما هو أنا ما أقدم شيء كده لا أقدم الشيء اللي أنا حاسة أنه يفيد الناس ويفيدني أهنجح هذا كده أنا يعني بحفز نفسي وبدأ طاقة لنفسي براي إنتي لو انتظرت في يوم من الأيام زول يديكي دافع يبقى أنت كده ماشى في الطريقة الغلط طيب اليوم مثلاً فلان ده خلاص اعتبري سافر اعتبري وماشى مين اللي حيحفزك؟ ما تنتظر شيء من إنسان عشان أنت تكون قوية عشان تكون واثقة من نفسك عشان تثبت لي ما تنتظر زول ممكن أعرف ما أنت إنسانة عندك الصحة وعنديك العافية يقول لك الذي يتعب في نهاره ينام يعني الآن مشى الشافع يقول لك لكي تتعب بالنهار نام بالليل الذي يتعب بالنهار بالليل تنوم مرتاح يجب أن تتعب بالنهار حتى أتعب في ماذا؟ أتعب في ماذا؟ أتعب في ماذا؟ أتعب بأنك أنت تطوري نفسك أو كمان في نفس القصة هناك واحدة برضو أخت من أخواتنا الغاليات التي أحافظها من أول الناس الذي أعلقوا لي في الفيديوهات كانت بلاي أنه طريقة الاستعمال للتليفونات أنه نحن برضو نضيع زمننا في التليفون لكن هناك شيء لا تفيدنا هذا نفس القصة القصتين يمكن مع بعض أنك تستخدم تليفونك أو النت الإنترنت الذي لديك هناك شيء يفيدك أقري كتب نزل كتب PDF نزل قوة العقل الباطن ستعرف أننا مبرمجين على شيئات كثيرة نزل كتابة نظري تلفزتك لو أريد أن تنزل PDF أريد أن تشتري من مكتبة أقري عن هذه الأشياء أسمعي لو أريد أن تقوي نفسك من الجهة من ناحية الدينية هناك علماء كثيرة جدا في اليوتيوب مثلا الشيخ مشاري وهو وسين يوسف وسين يوسف لديه كلمات تحفيزية فيديوهات تحفيزية ما شاء الله أنا أحب أن أسمعه عندما أكون في المطبخ يتكلم عن الصبر يتكلم عن التجاهل يتكلم عن حاجات كثيرة نحن نحن بالمناسبة مبرمجين برمجة غلط نحن في زمن الذي لا نعيش فيه بالبرمجة نحن لازم نتغير نحن لازم نتغير لازم نأخذ قرار أن نكون أحسن أن نكون أفضل أنت لو انتظرت إنسان يسعدك ستتوهي كثير ستتعبي كثير لو أنت منتظر زوجك يقدم لك السعادة ستتعبي لو أنت منتظر أخوانك يدعموك في كل خطوة في حياتك ستتعبي لأن الناس لديها مشاغل ثانية غيرك ليس لأنهم كعبين لا لديهم أشياء ثانية يؤدي العزر للناس كما أنت مثلا تشاغل نفسك بشيء هناك حاجات كثيرة أيضا لديهم مشغوليات أهم منك أي إنسان يفتح زمن لنفسه فأنت لا تنتظري ذلك بالنسبة للناس الذين يقولون أنت غبية عادة أحاول أنك من الأيام تأخذ قرار أقول لهم أنا غبية تتخيل لبنتكم غبية ولكن هنا أقول لك وأسكتي أرى ردة فعله مرة أقول لهم أنا غبية هل أنت غبية؟ ليس هذا كلام هم شعفين أنك غبية خلاص بعد أن تقول هذا أسعي أنك تستعمل حاجة لفيدك طوروا من نفسكم طوروا من نفسكم في أي شيء حتى ستات البيوت حتى لو أنت البيت لنظفتي ورتبتي وغيرتي تغيري مفهومك وتغيري مفهومك في تعاملك مع زوجك في حاجات كثيرة أنت يجب أن تتغيري تمام؟ أخذتنا النية أنه نحن نتغير بعد أن نبدأ نكتب أو نعمل أي شيء بضايق ونكتب ونتخلص منه الحاجة التعم الحاجة الثالثة التي ستعملها القرار تأخذ قرار بعد أن النية قرار أنا يجب أن نتغير أي إنسان يقول لي أنا كده أوكي جدا أنا حيث أتجد في يوم من الأيام أنا وتطنشي وتطنشي تطنشي أنت لا تشغل مخك عجلك الباطن يتبرمج على أنك أيها فلانا قالت لي ربيا وأنا غبيا فلانا قالت لي فليدة وأنا تعبت منهم وأنا زيدت منهم لا تتعب منهم دعوهم يتعبوا من كمية الكلام التي يقولون لك يقولون هم يتعبوا دائما يقولون أنت غبيا وأنت حيوانة وأيها ما شغالة بينهم لا تستغل بيهم دعوك باردة طويل بارك ورى ما يصغل ورى ما يفيدك هم الذين سيتعبوا هم الذين سيتعبوا أنت تثبيت لهم بسوكاتك أو بعدم تحركة من المكان الذي فيه أو أنك لا تستعملوا أنت تثبيت لهم أنه كلامهم صح أنت عندما تتأثري بكلامهم بطريقة كلامهم وأنه شيء يؤثر في نفسك أنت تثبيت لهم أنه كلامهم صح لكن دخلي ورأي 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 حتى لو أنت لا تفعل شيء لنفسك ورأي وليس لدي أي شيء تعمليها بعد ذلك ستقوم كل يوم تصحي الصباح ترى وشك في المراية يا السلام بالله زولة زيدي يقول عليها شيئنا زولة زيدي يقول عليها غبية ربنا خلقني تتكلمي مع نفسك برمج نفسك على أنك أنت إنسان جميلة وإنسان مميزة ربنا ميزك ربنا أداكي كل حاجة حلوة في حياتك ومديك الصحة يا جماعة نعمة الصحة هذه نعمة عظيمة تمام؟ أنك دائما تحفز عقلك الباطن أو تحفز نفسك أنك إنسان عظيمة أنا إنسان عظيمة أنا لو إنسان ما عظيمة أو ربنا لو ما بيحبني ما بديني صحة ما بديني العافية وما خلقني في أحسن صورة المهم يعني تحفز نفسك على هذه الحاجة تمام؟ سأتكلم لكم في حاجة أعظم من الحاجات التي قلتها لك في حاجة أنا أظن من العادات التي ثابت في حياتي الصبر الصبر يعني أنت ما عرفها قدر ما أنت صبرت قدر ما ربنا بيديك وربنا لما يأتي لك الحاجة يعني تخيل كرم ربنا ربنا لما يأتي يكرم الإنسان شوف كرمه سيكون قدر شنو أنا واحدة من الناس اللي عانت جدا من الناس اللي يعني زي ما بيقول مرة بمحطات كثيرة جدا في حياتي لكن ويتخيلوا في غربة بس ربنا يعني لما تصبر على الحاجة ربنا بعوضك عوض كده عظيم تمام الصبر ده يبقى من العادات اللي أنت دايما هتكرريها في حياتك أول عادة أنت هتدمينيها إدمان في حياتك أنك أنت تحبي ربنا بالمناسبة الشي الوحيد اللي خالينا نحنا نفكر بطريقة ما كويسة أنه أنه نحنا تعبانين نفسيا لأنه نحنا ما قاعد نفكر في ربنا بطريقة اللي هو برضينا أو برضي رب العالمين أحبي ربنا استغفري كثير أسبحي كثير يعني أنا ما عارفة أوصل له المعلومة كيف لكن لما أنت تخلي كل شي في الدنيا دي وتتعلق بين رب العالمين تحبي ربنا بالاستغفار بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لك الصلاة الإبراهيمية دي يعني حاجة عظيمة يعني حتى أنا قاعد يعني حتى أنا مجربة يعني القرآن القرآن ده فيه أي حاجة أنا كنت ماخد عهد مع نفسي قبل ما يجي 15 رمضان أنا لازم أكون يعني خلاص ختمت والحمد لله و الشكر شوفي شوفي العقل عشان ده مثال أنا سبحان الله بعد ما خلصت قعد تتكلمت مع نفسي العقل الباطن ده شوفي والعادة ديه الحاجات اللي بأسر في حياتنا أنو برمجتنا لعقلنا والعادات العادة ديه ما انت تصحي كل يوم دي عادتي أنا بعمل كده خلاص عادتك لو ما صحيحة غيريها شوفوا أنا أخدت قرار قبل رمضان لما يجي 15 رمضان أنا أكون خلصت خلاص أنا أكون ختمته وأقرأ كل صورة أو أتماعاً في صور كنت أعمل كده وعندما نجخه يوم 15 رمضان أنا خلصته ختمته رأيته القرار أنك لما تأخذ القرار يعني بجدية لما تأخذ القرار وتعملي ليس أخذت القرار أنا أتغير وما أخذت القرار وقاعدت في الكرسيسية ما أعملت أي حاجة ستتغير كيف تأخذ القرار وتمشي في الطريقة الصحة وتسعي أنك أنت تتغير الأفضل anda تعملي عادات ستظهر نعمل حاجات جديدة في حياتك لكي أنت تكون الإنسان عظيم هم بما أن ربنا خلقك في أحسن صورة أميزك بالعقل ، لازم تكوني إنسان عظيمة لازم تغيري العاداتك لازم تغير كل ما أنت أشباه في حياتك لازم تكون كل حياتك أصغر إليك ما متزوجة لا أ listen fact يكون人 مزوجة للحمبي الله والشكر لله. يقول له النوع الذي لا يضرب. النوع الذي لا ينبز. النوع الذي يحاله. مقبول. نستطيع أن نويله مقبول. الكمال لله. ما أنا كاملة و ما زوجك كامل و ما أنت كاملة و ما زوجك كامل. الكمال لله واحدة. هناك ناس يقولون ما. خلاص أصلا. ملينا. والله ملينا. الحقيقة يغيته. و ما الله يتعبنا. أنت لما تجي تفكري في حالات كثيرة أنت ما شايفها. إذا هو ما بيضربك. الدنيا ما في الناس رجالهم يضربهم و يقلعوا عيونهم لكن متحملين. ليه؟ لسبب ظروف ما إحنا ما عارفين ظرفهم. لكن أنت اللي بتجد. ربنا ما تديك زوج كويس. وعندك بيت. ساكن في بيت. وعندك سراير. وعندك سرير وعندك فرشة. وهي كان نعمة أورضة. نعمة ورضة من رب العالمين وتحمي ربنا وتشكري ربنا. و ربنا بزيدновكم ويبارك لكم في رزقك. من النOOOس الذين يقولون الحمد لله بعو شكر الله. نحن حمد ربنا. و شكر. لكن ماذا؟ ماذا؟ يقولونها لا يمكنها فرق بين أن لا أقول الحمد لله. و شكر الله. و أن أتحسس الأشياء التي أقول. كله ي 속رف. أنت تفتح الحمد لله و شكر الله.ciaق تخت glue القرآن. وفي فرق بين أنك قرأت القرآن وقفت فيه كل آية تفسري قرأت هذه الآية ولم تهمت معنى الآية وتمشي للآية القبل وتقري الآية التي بعدها ستستوعب الآية الفنوصة التي لا تهمت الفهم ولمقصود من الآية وكذلك يجب أن تتحسس أي شيء أعطيك لها ترى؟ تسمعي؟ تستطيع التمشي؟ هذه نعم ألف واحد من غيرك تتحسس تتحسس الحاجة بما أنه أنا لدي عيون ومفهم ومشغال وكل شيء تحمد ربنا يا رب لك الحمد والشكر أنا مرات مثلا بكون قاعدة بعمل في حاجة بقول الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد يعني مرات ببكي بقول أنا مقصرة في حاج ربنا أنا بجد مقصرة في حاج ربنا ببكي بقول يا رب العالمين قدر ما إحنا تقصير حتى إحنا مقصرين فيك لكن يعني ربنا هذا عظيم فعشان كده أنت لازم تتحسس في نعم رب العالمين عشان ربنا يبارك في نعم يعني يبارك لك في نعمة ويبارك لك في أي حاجة أنت مقصرة مختصرة الكلام عشان الكلام ما يكون مكرر مختصرة الكلام للناس الذين يقولون هو إنسان وإنت إنسان دعني يقول أنا لم أجد إنسان يؤثر في حياتي أنا لم أجد إنسان مثل كلام ويؤثر فيني لو الله لا أكون ذلك أنت إنسان عظيم يعني بذاتك لازم تد قيمة لنفسك أنا الليلة مثلا كمثال أنا مثلا أخي الليلة قال لي يا دلال ماذا تنزل فيديوهات ويوتيوب وماذا القصصات سوف نكمل مثلا أدتكم أن أخي يقول لي كده اليوم أخي قال لي كده أنا أعرف هدف شنو أنا أقوم أكفل الغناء وما أنزل فيديو وكلام مؤثر فيني وما أقعد أزعل ويتبكى لماذا؟ مجرد رأي هو دعني رأي وتكلم كده شكرا أخي كلامك يعني ممكن وجهة نظر لكن لا أتوقف ذلك لا أجد كلام يؤثر في نفسي أنا لا أقول لكم أنا أصلا كنت كده لا بعد ما قرأت حالات كثيرة بعد ما قلت تسمع حالات كثيرة حسنت أنه نحن لماذا؟ لماذا نضيع روحنا بسبب الناس؟ لماذا نحن كلام ذلك يؤثر في نفسي؟ هو إنسان ولا إنسانة؟ خلاص أنت بطريقتك أنت عاوز تكون إنسانة متنمرة أنت عاوز تكون إنسانة متنمرة إنسانة لسانت صلب مع نفسك أنا لا أكون كده أنا لا أكون كده أنا بتقبل رأي قلت كلامك خلاص لكن أنا لا أشتغل بك لا أشتغل بك أحاول أنك تثبيت لهم معاكس الكلام اللي يقولون لك أحاول أنك تكون غير كده كيف أعمل أي شيء؟ أنا لدي كم فيديوهات في اللغناء اللي أحفز فيه الناس على الأشياء التي يمكن أن يفيدك اشتغلي أي شيء يا جماعة عندما تعملوا كيك العاددة وتخطيه في البغالة جنبك وتبيعيه هذا بالمناسبة أنت تشاهده مثلا شيء بسيط يوم عن يوم سيكبر يوم عن يوم قدر اجتهادك في شغلك قدر الحاجة عندما تعملها يحب الطلبيات ستبتر الناس ستفضل تشتري وممكن تعمل مع الكيك بزبوسة وممكن مع البزبوسة بالحشام وممكن معاوفة طائر وممكن بعد قليل عندما تكون لديك ثقة في رب العالمين أن أنت لا تصح وربنا سيكرمك وممكن بعد قليل سأعمل لك رفع كامل تأخذ فيه حاجاتك ربنا يفتح عليك تحوق القروش التي تدخلتها ممكن تأخذ فيه صناديق وممكن تعملي بها حاجاتك الرزق يأتي عندما تعمل على نفسك تعمل حاجاتك تحب دائرة تثبت لنفسك ولغيرك أنك صح وأنك كنت تعمل في حاجاتك وربنا سيساعدك إن شاء الله يا بنات أقدمت لكم شيء مفيد إن شاء الله الكلام يكون مرتب أنا لا أعرف إذا هو مرتب أو لا يوسف يقاطعني فأنا أحبت أن أوريكم أن أنت إنسان أو أي إنسان لازم لا يؤثر كلام إنسان حتى لو أمك و أبوك يقولون لك كلام أنا لا أقول لك أن أرد عليهم لا لا ترد عليهم لكن ترى أن هذا هو مجرد كلام أنت مكيدة أنت مكيدة أنت مكيدة فيديو البنوزة التي قالت لي يا دلال نتكلم عن كيف نستغل السوشال ميديا في أشياء يفيدنا أنا كيف من إنسانة في الفيسبوك وفي 24 ساعة استغلت الفيسبوك واليوتيوب لصالحي برضو حفيتكم إن شاء الله في الفيديو الجاية و أتمنى تقول لكم هذا الفيديو يكون لامس فيكم شيئا بسيطة إن شاء الله جملة بسيطة تكون مفيدة لكم إن شاء الله يابنات دائما تكونوا مبسوطين دائما تكونوا فرحانين وربني حقيق كل أحلامكم كل أهدافكم غيروا من نظرتكم للحياة الحياة ذي حلوة جدا إذا أنت قيمت نفسك إذا أنت حبيت تعيش بالطريقة الصحيحة قدر يتنفس حتى لو هذا الزلد أقول لك أقول لك المنفسن خليه يتنفسن بين نفسه براهو على كيفه أنا إنسان منفسن لم يبقعد جنبه يتنفسني براكي أنا لم يبقعد جنبك أمشي أشوف ليه حاجة بيضحكني أمشي أشرب ليه حاجة يعني أنا بستمتع به المهم أشغل نفسك وما تشغل نفسك بحاجة ما بفيدك يلا يا بنات لحد ما أشوفكم في الفيديو الجاني إن شاء الله مع السلامة